يا مساء الخير والسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبتابعونا في برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى دولا مين دولا مين دول عساكر مصريين دي بعض الكلمات من قصيدة الشاعر الراحل الأستاذ أحمد فؤاد نجم عن نصر أكتوبر المجيد مصر بتفرح احتفالات في كل حتة كل مصري فخور بجيشه وبالنصر الصاحق لنصر أكتوبر يوم 6 أكتوبر اليوم اللي قدم فيه الجيش المصري ملحمة عسكرية عظيمة هيفضل يتحاكى عنها التاريخ لسنين قدام وهتفضل في ذهن كل مصري يمكن كمان حتى الأجيال اللي ما حضرتش الحرب ولا داقة حلاوة النصر هتفضل تحكي عن النصر ده لأنها شافته يا في مسلسلات يا في أفلام يا سمعته في قصاية شعر يمكن تكون جسدة الجندي المصري وذكاؤه وبسلته الجيش المصري اللي قضى على مقولة الإسرائيليين أنهم جيش لا يقهر وقدرنا في 6 ساعات بس أننا نسطر أسماءنا في أزهان التاريخ بالانتصار العظيم اللي قدمناه وعملناه مسلسلات وأفلام كتير جسدت مجهود الجيش المصري في أنه يستحق النصر العظيم ده وأشهرها طبعا زي مثلا دموها في عيون وقحة ورقفة الهجان وغيرها من الأعمال الدرامية لجسدة الحرب بكل تفاصيلها فيه كمان كتب كتير تكتبت عن ملحمة الحرب فيه كمان كتب كتير تكتبت عن حرب أكتوبر وأمها حرب أكتوبر مذكرات الفريق سعد الدين الشازلي الفريق الأول محمد فوزي الأعداد لمعرقة التحرير جمال الغطاني المصريون والحرب وغيرها وغيرها من الكتب اللي كتبها ناس شاركة في الحرب من جنود ومرسلين عسكريين حكوا عن كواليس عشوها حكوا عن تفاصيل حسوا بيها حكوا عن تفاصيل نصر احتفل بيه كل مصري وبيحتفل بيه كل مصري النهاردة كمان خبراء ومحللين كتبوا عن كتب وعن نتائج الحرب إنما إحنا بقى في يحكى أن قررنا إننا نحتفل بطريقتنا الخاصة هيكون معانا كتاب النهاردة من الكتب اللي اتكتبت عن الحرب بس الكتاب بيتناول زاوية مختلفة وهي السيرة الشعبية للحرب ولكن لحرب العمال والفلاحين شافوا النصر إزاي إزاي المثقفين المصريين كان ليهم خطب خاصة جدا بتاعتهم وقدموا من خلالها توعية ثقافية وفكرية أثناء الحرب وكمان بعدها ويترى المثقفين العرب كان ليهم دور في مسندة المعركة كل ده هنعرفه من ضيفي النهاردة اللي هنورني في ستوديو يحكى أن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد سيد ريان صاحب كتاب الثقافة سنة 1973 سيرة شعبية لحرب أكتوبر